أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن سلسلة رسم الشعارات على برنامج Illustrator نفتح مقاس جديد بحجم 500x500 بيكسل في هذه المحاضرة رح نرسم شعار شركة أبل طبعا حتى نرسم الشعار رح يكون الرسم من خلال الدوائر طبعا نضيف دائرة بهذا المقاس هذا الشكل نستمسك الدائرة تقريبا قبل النص تقريبا بهذا الشكل بهذا الحجم الآن رح نحدد الدائر TN ومن أدوات Pathfinder طبعا من Windows أدوات Pathfinder رح نجي إلى الأمر Unite جيد الآن رح نجي نحدد هذا الرسم الجديدة ومن أداة Direct Selection رح نجي نحدد هذه النقاط الثلاثة طبعا نتأكد أنه من هذه الأداة وليس هذه الأداة وطبعا رح نسحب مع Shift بهذه المنطقة تقريبا لا بأس أنه نرفع الرسمة إلى الأعلى قليلا بهذا الشكل الآن رح نجي نرسم دائرة بهذه المنطقة تقريبا بهذا الحجم هذه الدائرة رح تكون بهذه المنطقة طبعا لا بأس تكبر بهذا الشكل الآن نحدد الدائرة مع الرسمة ومن أدوات Pathfinder نختار Minus Front جاي الآن رح نرسم دائرتين هذه الدائرة وطبعا رح نستنسخها طبعا نخفي أداة Pathfinder رح نستنسخ هذه الدائرة بهذا الشكل نحدد الدائرتين ومن أدوات Pathfinder نختار هذا الأمر اللي هو Intersect الأمر Intersect رح يخلينا الأجزاء المتقاطعة ويحذفنا الأجزاء غير المتقاطعة الجزء الجديد رح نميله بزاوية معينة مثلا بهذه الزاوية وبهذه المنطقة الآن رح نحدد الرسمة كلها ورح نمطيها لون أسود من التعبة لاحظوا أنه أصبح عندنا شعار شركة أبل بطريقة سهلة وبسيطة